طلاب اليوم راح ابلش بالمحاضرة الثالثة من محاضرات السيل انجري راح اخليها على ما لازمكم ضفة من البي دي اف الاشياء اللي كانت ما موجودة بالباور وهذا هو الباور نفسه اليوم راح ابلش بالرفيرزبول سيل انجري حتشينا عليه بالمحاضرات السابقة كنه انه هو يصير انجري بالخلية بس مجرد ما ازيل الانجريس ايجنت return back to normal اذا هذا نقدر نعتبره it is a functional and structural abnormalities in the early stage or mild form of injury which are correctable if the damaging stimuli is removed اذا شن الدمج استيميولاي ترجع للطبيعي عندي شغل تيم على السيل انجري الفيت او شنو هي اهم two features of it اللي هي اول وحدة swelling of the cell يعني انه الخلية تنفخ او انه الفاتي change generalize swelling كل الخلية ومكوناتها راح تتعرض الى انتفاخ وفاتي change اهنانا يعني شنوة؟ يعني انه السيل مكونات بين الخلايا راح تجي دهون تتجمع عندي lipid lipid accumulation او lipid deposition او lipid droplet between the normal cell هذا بالnormal ما موجود B الـ irreversible injury راح تكون موجودة المورفولوجي المورفولوجي مال الـ irreversible injury هي كالآتي gross بالعين المجردة حنشوفو السيل baller and increase weight يعني السيل تكون شاحبة مو مثل النورمال وزادت بي الوزن مالتها السبب هو شنوة؟ هو زيادة بالويت الويز زايد في شنوة زيادة بالسولنغ صار عندي سولنغ النفخة الخلية اتجمعت المكون السيل يعني من صارت اكثر سولنغ بسبب الووتر accumulation inside the cell فشي صير زاد وزنها اكيد بالمايكروسكوب اللي هي عندي راح نشوف باللايت مايكروسكوب اول شي عندي الهايدروبيك ثلاث كلمات تقول له هايدروبيك اند ايوزينوفيلك اند فاكولر تشينجز هايدروبيك يعني انو صارت مائية السيل انو وضعها صار اكو هواي ماء بيها بسبب السولنغ ثاني شي عندي ايوزينوفيلك او ايوزينوفيليا منيجي نصبغها بصبغة اسمها ايوزين هيماتوكسلين هاذي راح تصبغ السايتو بلازم راح يظهر بشكل بينك بينك الايوزينوفيلي بينك شو كت تاخذ السايتو بلازم هالي الصبغة لمن الارعن اي مالته متدمر اذا مني صر عندي انجري واجي اصبغوا بهذه الصبغة راح يطلع اللون فهنا حصير شنو ايوزينوفيلي وابقى باكولر تشينجز شنو باكولر تشينج؟ احنا عندي الاندو بلازم كريتيكولم الشبكة البلازمية الداخلية اللي تحتوينا على شنو مرتبطة بالرايبوسوم منيصر عندي انجري راح تنفصل عن الرايبوسوم فراح يصير عندي فراغب السايتو بلازم شنصيح له انصيح له فاكولر تشينجز اما بالنسبة بالالترا ستراكترال تشينجز يعني هنانا طبينا ديب شوية استعملنا مايكروسكوب ثاني اسمه الكترون مايكروسكوب اللي هو شبيه؟ هذا ينطيني تفاصيل اكثر عن الخلية شنصيح له الترا ستراكترال تشينجز اي انا متفهم كل مصطلح بالمنزم زين اهنانا بالالترا ستراكترال تشينجز اول شي حروح على الممبراين البلازم ممبراين اكو كلمة كلش مهمة بليبينج شنه يعني؟ يعني انه صار بيها فقعات بالبلازم ممبراين البلازم ممبراين هاي النفاخات او الفقعات اكثر موجودة بالنورمال تمام؟ مايليم فيقر فورميشن اتكون شي اسمه مايليم فيقر اوكي؟ رح نجي ناخذها بعديا شنو هاذا؟ دايلتيشن اوف الاندو بلازم كريتيكولا من الـ ER الشبكة البلازمية الداخلية شبيهة؟ صار بيها دايلتيشن والذا ديتاجمنت اوف البوليوزومز بوليوزوم هو تجمع من الرايبوسوم الصحر هي البوليوزوم مثل ما قبل شوية حتشينا فقلنا صحنا لها باكولر تشينجز بعد النيوكليار التريشن صار عند التغيير بيه النيوكلياس والديس اجريكيشن اوف اجرانيولا اند الفايبرال اللي هي الفيبرال اللي هي الخيوط الدقيقة والنبيوات الدقيقة كانت موجودة بالخلية كلها شبيهة كانت متجمعة ومترتبة بشكل نورمال اهنانا كلها انفسط عن بعض هالبعض اذا ملخص لهذا السلايد تعريف الريفيرزبل اول سطرين شنو اهم فيتر راح نشوفها سويلنج وفاتي تشينج ولما يقول لك غروس تقول لها بالر ينكريز ويت ولما يقول لك مايكروسكوب تذكرها ذنين التلاث كلمات ولما الالترا ستركترل يذكرها هذي التلاث نقاط هذي ممكن تجي اساي او يسألك بالعمل مزين هذي هنانا صورة عن النورمال كيدني تيو بيول هذي هي خلايا الكيدني هي نورمال هاي كلها تيو بيول نورمال السيل بوضع حط طبيعي ما منتفخة النوكليا ينفسها ما منتغيره وكذلك ما عدي هاي البلب الفقعات هنانا بالأبنورمال لا هنانا صار بيها انجري صار عندي سيل سولنج انتفخت الخلايا اكثر من الحجم اللي كانت بيهنانا صارت اكثر النوكليا اكو بيها تغييرات هسا احنج ناخدها والساعتو بلازم يوزينو في اللي كلونا واردي صار اكثر انصبغ بهذه الصبغة وكذلك انتفخت الخلية هنانا عندي فاتي تشينج يعني شنو فاتي تشينج هنانا هو تجمع الدهون بمكانات مو مكاناتها اللي هي هاي هباتوسايت هاي نورمال هباتوسايت ما بيها اي شي هذا النورمال لكن هنا جت الدهون واتجمعت اكثر شي يصير بالليفر لان هو مكان ميتابوليزم مال الليبت مكان اللي يصير بيه اي رمال الدهون هو الليبت في بهذا صار عندي فاتي دي بوزيشن in this side and this is called فات change زين هسا وانا نروح الى ال irreversible cell injury حيشينا عليك انه هو cell injury حتى لو شن نستيميولاي ما رح ترجع الخلية للطبيعي ماتت الخلية وماتت الطريقتين هنا نيكروسيز وابوبتوسيز تمام what is the hallmark of ال irreversible cell injury هذا السؤال كلش مهم شنو اهم الاشياء اللي راح نشوفها بالcell injury نوعة irreversible احنا حيشينا بالمحاضرة السابقة قلنا انه كل ما كانت الاهم مكونات او اهم اعمدة مرتكزة عليها الخلية الميتوكوندرية السيل ميمبراين كذلك قلنا البروتين وقلنا الدي ان اي تمام هنا اذا اشتغل الانجيريس ايجنت العامل الضار على اهم مكونين وهنا الميتوكوندرية والسيل ميمبراين والذاهن هذه الخلية بعد مترهم ماتت شي صار بيها نيكروسيز او ابوبتوسيز هنا اخر مرحلة من مراحل الخلية يعني انه بعد ما تفيدني ابد فاليرفيرزبول سيل انجيري اشتغل على ذني العامل دي المال الخلية اشتغل على الميتوكوندرية واشتغل على السيل ميمبراين فاهم هال مارك اف اليرفيرزبول سيل انجيري this is اليرفيرزبول ميتوكوندرية دمج لك اوف فلذلك ما فقدنا الميتوكوندرية اشتصار بعد ما عدنا اي تي بي بروديكشن فهنا شنو الاتي بي هنا ماكو بعد اي تنفس الخلية ما راح يصير ما تقدر تنطيني طاقة فماتت وكذلك السيل ميمبراين السور مال الخلية من تهدم بعد ما تقدر ترجع للنور اذا هنه هذن الاساسيات انضربا ذن السيستمين خلن الخلية الطب ب اليرفيرزبول سيل انجيري زي نجي عليه اللي هو قلنا الموت مال الخلية ب ابوبتوسيس و نكروسيس اليوم هذا راح نفسخ النكروسيس اول سطر هو تعريف النكروسيس النكروسيس it is the sum of the morphological changes that follow cell death in living tissue or organs يعني شنو معناها هو مجموعة التغيرات الشكلية بالمورفولوجي سواء gross or microscopic change اللي اذا صير بالخلايا بعد ما ماتت الكوز of نكروسيس اسباب النكروسيس هن نفسهن اسباب cell injury ischemia exposure to the microbial toxin سواء يعني شنو بكتيريا وفايروسات وغيرها pern يعني trauma مثلا تعرضت او chemical physical injury بعد انزيمات enzymes leakage as in the pancreatitis راح نجي ناخذ هذا بموضوع اذا اهم شي تعرف لي شنو تعريف النكروسيس و اكو سؤال كلش مهم وهو what are the main characteristics of نكروسيس شنو اهم الفيتشر اللي راح نشوفها بالنكروسيس اربع نقاط راح اوضحها برسمة صغيرة اول شي شي يقول احنا هنا عندي هذا cell هذا البره شنو cell membrane مو هذا البره هو cell membrane السور مال الخلية هذا الخلية تعرضت الانجري هذا السور مالتها راح تهدم مو فطلعت المكونات مال الخلية لبرا طلعت مكونات الخلية كل شي جو الخلية طلع طلع برا برا الخلية طلع زين هذا من طلع برا راح يجن منه راح يجن الشرطة العدنة اللي هي منه الشرطة هنا المايكروفيج النوتروفيول اللي دزهن الجهاز المناعي ذني جني شافن اكو شي ابنورمال مواد كانت المفروض داخل الخلية طلعت برا شرح يسون طوق المكان هنا دزم المكان كله طوق سوو لي focal inflammation على مو شنو دي نظف هنه طوق المكان ذني نوتروفي المايكروفيج غيرها خلايا الجهاز المناعي على مود يحصرا هذا ضرر جني على مو شي يسون phagocytosis يجني على مو phagocytosis ويذب الانزيمات مالتهم ويحلل الوضع وينطف للمكان فصار عندي local inflammation زين اذا بالبداية تكسر الممبرين طلعت المكونات مال الخلية الى الخارج استقبلت هجني شرطة ماكروفيج نتروفي غيرها طوق المكان دي حاولا انه يسون شنو يسيطرا عن الوضع سوى local inflammation بعدين احنا 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 اطلعت البروتينات كانت موجودة داخل الخلية حل لنها فسيصير denaturation of cellular protein وكذلك الانزيمات دايجيشن ذبا الانزيمات مالتها على الانجريد سعر على الخلايا المتأذية اذا اذن ذن الاربعة character of النكروسيز كلش مهمة نقدر نفهم انه الممبرين الدمر طلعت المادة طلعت بيها بروتيين حلل البروتيين وفرز انزيمات على الساو المتدمرة هذا كل ما يخص هذا السؤال اربع نقاط نفهم نحفظ هن وكلش مهمات نجي على الباثوجينيس اللي هو هسه هذا اول سطر نفسه سحتيته يحتي على الممبرين شون الدمر هنا انا عندي يقول انه اذا اريد انحدد نوع النكروسيز من خلال نقطين دايجسشن أوب دي سال باي انزايم دي نتوريشن أوف البروتين ذني الشغلتين هن اللي راح يحدد نوع النكروسيز الدايجسشن أوف السال طريقتين أوتولايسز هيتروايسز كل أوتو معناها ذاتي لايسز تحلل احنا قلنا داخل الخلية اكو لايزوزوم ترى جسيم حال هي الخلية بالطبيعي احد مكوناتها اللايزوزوم الجسيمات الحالة يأما هو هاذ اللايزوزوم الطلع من الخلية المدمر هو نفس يحلل الخلية فانصح لي Otolysis Buy all lysosome زين او الجسيمة اللي يجيني من الحماية او يجيني من الشرطة من اللوكوسايت فشي انصح لي انصح لي hidrolysis اللوكوسايت هي عدها اصلا الفاقوسايت فاقوسايتوسيس بالعمة اللوكوسايت لا انزيم تشتغل تنظف انزيمات انزيم مالتها الليزوزوم هو اللي راح يجي شي يسوي يحلل هذه الخلايا الميتة إذن أول طريق يحدد لي نوع هو الثاني هو قلنا داخل أكو بروتين فمن تدمر الممبراين وطلعت البروتينات هاي أيضا الحماية أو الشرطة رح تجي شي يسوي تحلل هذا البروتين بفعل الانتراسيليولار أسيدوسيز بس هذي هنا منه راح يحلل منه راح يشتغل عليها الأسيدوسيز عندنا داخل الخلية راح ترتفع الأسيدتي مال الخلية لأن عندي راح يصير اختل التوازن الأسد الحامض والقاعدة مال الخلية راح تزداد عندي الأسد فهو راح تحلل البروتينات إذن ذني الديجيشن أوف السيل باي انزايم والديناتريشن أوف البروتين أنطني حدد لي نوعه من أنواع النكروسيز اللي هو كوكلاتف ولكوفاكتف إذا كان الديناتريشن أوف البروتين أكثر معناها النوع هنا راح يكون كوكلاتف إذا كان الديجيشن أوف الانزايم أكثر باي سيل باي انزايم أو الانزيماتيك دايجيشن هنا نوعه لكوفاكتف نكروسيز فرحنا عدنا أنواع ثانية غير ذني بس هذني أساسيات بالنكروسيز هنا نش عدنا اتروبونين هنا يقول أنه عندي انزيم كلينيكاليشون نستفاد من النكروسيز أول شي احنا عدنا مو قلنا السيل من براين دمر طلعت مكونات خارج الخلية بالميوسايد خلايا القلب عدها بروتين اسمه اتروبونين هذا الاتروبونين مرتبط بخيوط الأكتين الموجودة بالسايتوب لازم فهنان لما يتدمر السيل من براين رح تطلع المكونات ومن ضمنها الاتروبونين هذا هنا من أجي أحل أسوي تحليل الشخص عنده مثلا chest pain رح ألقى نسبة الاتروبونين عالية هنا رح أستدل وأجي أسوي دايجنوسيز بالتشخيص إنه أكو عندي خلل بالهارت الخلل هو شنوه necrosis إذن هذا الدايجنوسيز ما هذا الشخص هو شنو myocardial infraction أوكي لأن زادت نسبة الاتروبونين يعني لأنقلع من داخل الخلية مو بس الهارت نقدر نشخصه بهذه الطريقة يعني الأماي حتى الليفر يقدر يفرز إنزيمات مثل AST والALT من يرتفعا بالدم هنا لما أجي أحل رح ألقي أقول إنه أكو عندي أشخص الوضع أكو ترى عندي خلل بالليفر لأنذني المفروض مستواهن قليل بالدم من يرتفعا يعني أكو طالعات من مكان هنا الطبيعي فهذه هي الملاحظة أهم شي شسمه البروتين اسمه تروبونين أهم شي هذا يجيب الأمسكيوات زين نجي على نكروسيس سيل مورفولوجي المورفولوجي أول شي البلازمام براين حيث يناها قلنا إنه هو طلع تكسر البلازمام براين طلعت المكونات صار عندي جدت شرطة آكي هذي افتهمناها لكن السايتو بلازمي تغيرات اللي صر بالسايتو بلازم أول شي إيوزينوفيلية حيثينا شنو الإيوزينوفيلية قل عندي الار ان اي استجبنا نصف غصارة إيوزينوفيلية بعد هنانه هوموجينوس أبيريانس غليسي هوموجينوس أبيريانس النكروتك سيل شنو هذي النكروتك سيل راح يصير بشكل جزيئات الجلايكوجين موجودة عندي قلت بفعل نحنا مقل عندي الأكسجين التجئنا لعملية التنفس اللي نحصل عليه من مصادر غير الأكسجين ومن ضمنها الجلوكوز والجلايكوجين هنا قل الجلايكوجين في الخلايا راح تظهر بشكل هوموجينوس أبيريانس متجانسة بعد السايتو بلازم بيكون فاكوليت أند أبير اللي هي شن صحلها موث ايتن شنو موث ايتن معناها أنه هنا الموث ايتن أنه هذي الكلمة كلش مهمة تشبيه للسايتو بلازم أنه مثلا هذي أوراق النبات هذي ورقة النبات راح تكون شنو مثلا متآكلة تمام فهذا هنا معناها وصف وصف لأنه السايتو بلازم راح يكون متآكل تمام بعد الماينين فيجر هذي كلش مهمة طبعا الموث ايتن كلش مهمة يسألك عليها من تشبيه يشبه بفتشي معناها هذا يريده تمان يجي كفراغ أو يسألك بالمورفولوجي بس على مدد قول له هذه الكلمة إذن كلش مهم الماينين فيجر اللي قبل شوي حتشينا عننا قلنا أنه عبارة عن شنو خلايا ميتة مستبدلة ب فوسفوليبد فوسفوليبد مكون من مكونات الميمبراين مدمر الميمبراين هذي شنو راح يطلع الفوسفوليبد في الصحلة شنصحلة انصحلة ماينين فيجر هذا تعريف الماينين فيجر الملخص لهذا السلايد أنه السايتو بلازم راح يكون يوزينوفيليك أوكي راح تكون نيكروتك ساو هوموجينوس راح يكون السايتو بلازم بعد فاكوليت موث اهم شي هاي تقولها والماينين فيجر هذا تعريفه أو يسألك هو شنو زين هسه نروح إلى النيكروتك النيوكليار تشينجز الن نيكروسيس أول شي انه نيوكلياس اكو ثلاث مصطلحات احنا من تكسرت نيوكلياس تكسرت دي اناي هاي متفقين بيها ثلاث مصطلحات اللي هي البيكنوسيس والكاريو كاريو ركسيس والكاريولايس بيكنوسيس شرنكين أو في النيوكلياس النيوكلياس انكمشت تمام فراح تكون small اندنس صغيرة ومثخينة واذ انكريز البيزوفيلية اون اللي هي هيماتوكسلين ايوزين استين البيزوفيليك البيزوفيلية هي صبغة تستعمل شنو لي النيوكلياي صبغة تستعمل للنيوكلياس تمام صبغة تستعمل للنيوكلياس لونها بارابول بنفسجية زين بيش الايوزين لسايتو بلازم الكاريو كاريو هيكسز فراقمنتد النيوكلياس يعني يعني النيوكلياس هنا شبيه راح تتفتت او تتقسم اوكي والكاريولايس لا تتحل الفد مرة بعد ما عدنا النيوكلياس هذي هي النورم النيوكلياي طبيعية اوكي البيكنوس النيوكلياس هنا راح تكون شرنك فشنو تتثخن النيوكلياي الخيوط الكروماتين هنا راح تتثخن هاي اوكي زين بعد شنو والكاريو ريكسز هنا لا راح تكون فراقمنتد والكاريولايس هنا راح تكون تتحل الفد مرة ما عدنا اصلا كروماتين اوكي زين هس الروح هذي ايضا صورة تحتي علي الكدني هذي اول وحدة نورمال الثانية صار بها رفيرزبل انجري صار بها سولين اوكي صار بها سولين وكبرت وايوزين وفلك والنيوكلياي وهنان اللي هي رفيرزبل انجري بعد ما وكل واحد يعني انه بعد صار بها نكروس اوكي هذي كل ما يخص المورفولوجي change اللي ده صير هذي صورة ممكن تجي A أو B أو C وقول لك هذي رفيرزبل كل واحد تشرح شنو صار بالسايتو بالنيوكلياس زين هذي الـ pattern of necrosis اللي هو قلنا اعتمادا على denaturation وال enzymatic digestion dependent on the denaturation of protein هذي هنا denaturation of protein راح تكون coagulative necrosis واذا enzymatic digestion اكثر leucofactive necrosis عدنا انواع ثانية اللي هنا من النه الجانجر ناس وال casias وال fat وال febrinoid necrosis راح نجي ناخذه هن هسه زين الكوجلative necrosis هو اول واحد هو denature the injury denature structure protein السبب هو structural protein denaturation اوكي اعن ذا لايزوزوم الانزان ايضا مو بس structure protein بس اهم سبب هو اكثر شي صار denaturation structure protein the architecture اهنان هذي النقطة اش يقصد بيها انه انه اهنان موجودة the architectural of the dead cell موجودة but loose of cellular details شنو هذا الحاجة معناه معناه انه الهيكل مال الخلية يشبه normal موجود شكل الهندسي مال الخلية موجود بعدها normal ما نهار اتفد مرة لكن لما اطب cellular details اطب بالسايتو بلازم مورفولوجي مال السايتو بلازم نيوكلياس غيرها القالاء ما دايش به النور ما كله فقدناه تمام اهنان لما نيقول لك اوصفة رح تكتفي بكلمة firm firm معناها انه قوي coagulative necrosis قوي لذلك هو رح يصير فقط بالsolid organ الاعضاء الصنبة مثلا الكيدني مثلا الهارت الليفر وغيرها السابلين الاعضاء الصلبة ما عدا البرين البرين الى نوع من النكروسس خاص به رح نجي ناخته اهنان هذي النقطين خلي اشرحها بشكل احسن من الكتابة انه احنا لما نصار عندي نكروسس اهنان السبب هو denaturation of the structure protein تمام يعني تحطمت البروتينات مو بس هذي اكو عدنا انزيمات الانزيمات اللي موجودة عدنا الموجودة عدنا الانزيمات اللي موجودة داخل الخلية المسؤولة عن تحلل الخلية هذي هنا هم رح توقف فلذلك رح تبقى هذي الخلايا الميتة عندي موجودة لمدة ايام وحتى اسابيع رح نشوفها ايوزينو فيلكسل زين راديشن نيوكلياس ان ديستن نيكت يعني معناها متفخنة وحمراء النوات زين لعد منه رح ينظف انه هذا اذا الانزيمات المسؤولة عن التحلل من الخلية موجودة رح يتنظف انها الشرطة الفاقوسايتوسيز ايضا رح يشيل فاقوسايتوسيز ومنه بعد اللوكوسايت اللوكوسايت رح تنطين هي الايزوزون من عدهم بدال ذاك اللي كان واقف الواقف اللي من الخلية اوكي اذا اللي رح ينظف الفاقوسايتوسيز حتش هنا هذا الحاج اهم شي ممكن انه يجي بهذا الستايت السبب هذي اول نقطة النقطة الثانية شنو دي صير هذا الاركيتكترا الموجودة وصف بكلمة ثارم زين اهم شي شوفوين اسكيميا الاعضاء اللي صير بيها اسكيميا ان او صولد اورقان اكسبت وتركز على الاكسبت مو تنساها مو بس الصولد اورقان توقف لا تقول اكسبت براين لان انت من تقول صولد اورقان يعني كل شي البرين صولد اورقان بس مو من هذا النوع هيصير بيه نكروسس وبعد انت مثال من يقول لك بالعمل يطيني مثال على الكوكلاتف نكروسس هذا مية بالمئين سئل مايو كارديال امفراكشن او امفراكشن بأي اوضو ام اي اوكي زين هذي كيدني صير بيها امفراكشن نوع السبب مالته هذا النكروسس شن نوع النكروسس كوكلاتف نكروسس صولد اورقان زين شتقول لي اوصف هذا الحكي فعم زين تيجي على هذا السلايد هنانه هذا هو النورمال تيجي على هذا هذي مايكروسكوبك اكزامنيشن هذي صير بيها هناشين وهذي خط راح اجر هذي نورمال وهذي ما صير بي كوكلاتف نكروسس اوكي النورمال هنانه عادية خلايا الكدني اللي تيوبيول مالتها طبيعي النيوكلياي طبيعي هنان راح تيجي يقول لك هذي النقاط السود هذي اول سؤال راح تنسي الاحتمال على هاي الصورة هاي النقاط السود او هاي النقاط الحمر شن هي هاي راح تقول لها هاي النيوكلياي مال انفلامتري سال قبل شوية يجينا قلنا يجينا ينطف المكان فهن هذني راح يبقى بالإكزامنيشن والسلايد ماكروفيج ونيوتروفيو تمام وهاي هي الخلايا مالكدني صاير بيها نكروسيز نوعه كوكلتف نكروسيز هذي ممكن ننسيقل عليه بهذا العملي زين هذي هنان سبليين صاير بيه نكروسيز نوعه كوكلتف نكروسيز تقدر توصف هذي الكلمة تقول لها فقط فهم هذي هو النكروسيز هذي اللونه أصفر هذي النكروسيز زين بعد النوع الثاني هو اللي كوكلتف نكروسيز هذي السبب ايضا اذا ريد اجي قارن بينه وبين ذاك من حيث السبب هذي الانزيماتك دايجسشن انزيماتك دايجسشن أوف ديس سال هنانا فقدنا بوث الاركيتكتشر and السليولار ديتيالز يعني الهيكل مال العضو من بره لا هو يشبه النورمال ولا من أطب بالديتيالز مال السال قام يشبه النورمال فيعني شنو تدمر كل شي زين شنو كلمة ليش قلنا ليكو شوف لكوي سائل هنا راح نشوف اكو سائل موجود شنو هذا السائل مين يجي هذا هنا الفرق اللي مهم كلش عن كوكلتف نكروسيز اكو بكتيريا بكتيريا اسمها بايوجينيك بكتيريا هاي البكتيريا من تجي الصيف في مكان معين تسوي بص خراج او ما يسمى جراحة اوكي لونه كريمي يالو السبب انه خلايا الشرطة اللوكو سايت جتي اتجمعت على هذا المكان فخلت شنو اللوكو سايت والنيوترو فيو اهنان خلت لي انه هذي المناطق تنفرز بيها مادة اللي هي ينصح لها طص هي اللي خلت